السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغاربة كنتمنى من الله كل شيكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة مباشرة من مشروع البساتين كما كتشوف معنا خبر زوين خبر مفرح بناء مسجد بناء بيت الله داخل مشروع البساتين انطلقت الأشغال والفرحة دخلات في القلوب ديال الساكينة بالنسبة للموقع ديال المسجد في واحد الموقع مميز هنا في ليمن ديالنا كين السكتور 7 والسكتور اللي قدامنا 6 والسكتور اللي في اليسر كين الخمسة وكين الرابعة وكين ثلاثة كما كعرف الجميع كين مسجد في الريف وكين مسجد اللي الدار جديد ديال خديجة أم المؤمنين وكين مسجد وسط العرجة وكين مسجد جيت أونيفا وليوم مسجد جديد داخل مشروع البساتين مسجد اللي صراحتان كيت تعتبر نقطة موضيئة داخل المشروع في انتظار ان شاء الله غد يكونوا حويجات خورين وغيكونوا مفاجأة خورين فكما كنتشوفوا معانا الشركة المكلفة سوس ماجيد اللي كتعطينا الجودة وكتعطينا العامل المتقون انتمنىهم الله تي سيري يا ربي والله دخلت الشوقاق على مواليهم بالصحة والعافية وطلط العمر كنت واجدوا في القلب ديال مشروع البساتين الخاص بقاطنة دور الصافح بمدينة تمارا وللتحقت قريبا أزيد من 2000 أسرة من أصل 5300 كين تساؤلات بخصوص ما سبب التأخير أو ما شبه ذلك هي مسألة إجراءات مالية وقانونية كذلك وطائق متعلقة بالسيد النوطير والأمور إن شاء الله ستكون على ما يرام كنت أدروا إلى الملف ديال القاطنة دور الصافح كنت أدروا إلى واحد الملف اللي هو كبير كنت أدروا إلى تمارا تاني مدينة في المغرب من ناحية ديال العدد ديال دور الصافح فاللهم ملك الحمد اللهم ملك الحمد على هذه المرحلة الانتقالية هذه المرحلة بالإشراف ديال صاحب الجلال الملك محمد السادس نصر والله من أجل توفير السكن اللائق والعيش الكريم للأسر في وضعية هشة خاطئين دور الصافح فكما كنتشوفوا ديال الميساحة ديال المسجد إن شاء الله اللي غادي تكون في القلب ديال المشروع الباساتين هنا قفلين من ديالي كان السيكتور سبعة وقدامنا هنا السيكتور ستا السيكتور ستا اللي سبق وشرت ليك يتكون من ربعة عشر عمارة والميزة اللي فيه هو أن طابق السفلي ديال المجموعة من العمارات طالعين بواحد العشرة ديال الدرجات الشوقاق السفلي طالعين بواحد العشرة ديال الدرجات ميزة مهمة وكما كنتشوفوا معنا هنا الأجواء بمشروع الباساتين الناس اللي يسولوا كيف يجدير الأمور هذا فالحمد لله دخول السنة الجديدة 2023 هنا الأجواء جميلة وجب الحفاظ عليها وجب وضع اليد في اليد من أجل الحفاظ على هذا المكسب هذا ونحافظوا على هذا النقاء وهذا الجمالية الصورة قدامكم غنية عن كل تعليق فنتمنى من الله أن نحافظوا على هذا المكسب هنا مشروع الباساتين هنا قاطني دور الصافح سابقا بيتماراهم الآن أصحاب شوقاق بمدينة صخيرات على بعد خمس كيلومترات تقريبا أو ثلاث كيلومترات عفوا خمسة دقائق على شاطئ الصخيرات وثلاثة دقائق على طريق الصيار الريباط الضر البيضاء فنتمنى من الله الخير والتيسير وفي انتظار إن شاء الله نشوفوا مرافق أخرى نشوفوا حوجة زوين أخرى إن شاء الله الله يصخر الأمور في انتظار تقدم أشغال المسجد بيت الله اللي إن شاء الله غدي أعطيه أحد النقطة موضيئة داخل مشروع الباساتين السودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة